اشتركوا في القناة عملية تكريم وبنفكر بهم الأجيال اللي موجودة والأجيال اللي بعد كده ليه بنفكر فيهم علشان ده عملوا مشوار طويل قوي ومشوارهم لسه بيكملوه وبناخد من حكاياتهم منية الدروس وعبر عشان الأجيال دي تستفد منها تستفد من خبرتها وأفكارها وتجاربها علشان يكونوا نمازج نستفيد منهم أو تستفيد منهم كل الأجيال الصعيدة زي ما أنا بقول لحضراتكم في نفس الوقت يتعلموا منهم القيم الأخلاقيات السلوكيات السلوكيات اللي هي الحميدة لأننا بصراحة وصلنا المرحلة صعبة جدا ومحتاجين حد ينورنا حد يقول لنا أن الطريق يمكن نقدر نرجع تاني فيه ونعود لقيامنا وأخلاقياتنا أخلقاتنا الجميلة ويرجع الزمن الجميل مع نجوم الزمن الجميل أنا ليه بقولي الكلام ده لأن دلوقتي الساحة الرياضية من أسوأ ما يكون من صحافة الإعلام لبرامج لكل شيء حتى المسؤولين عن الرياضة للأسف الرياضة المصرية بتاعتنا خرجتنا عن القيم والأخلاق بتاعتنا اللي احنا كنا بنعيش فيها في أجمل ما يكون بدليل أن لما بيجيب مباراة دي ما بتمسجلة وبتحطها على الشاشة سواء شاشة الأهل أو أي حاجة تانية أو أي شاشات الناس بتبقى متلهفة عليها ده ليه؟ بيفكرهم بالزمن الجميل إنما الزمن اللي موجود دلوقتي أنا ما بعرفش بصراحة وإيه اللي وصلنا للزمن ده وإيه اللي خلانا بقينا كده وإيه إحنا يعني إحنا القيم بتاعتنا والمسل والأخلاق وكل حاجة كانت فينا جميلة أنا بقولي الكلام ده وإنا حزين والله العظيم وإنا حزين لما تيجي بص المنظومة الرياضية كلها ليه المنظومة الرياضية بقت فازدة كده؟ بقول لكم كل المنظومة الرياضية حتى الجمهور يا جماعة الجمهور بقى حاجة غريبة جدا عارف إنه هو لو قال ألفاظ خارجة خارجة عن الروح الرياضية النادي اللي بيدفع الفلوس مش الجمهور طب ده النادي بيحارب عشان تخشه وإحنا بنقول للجمهور ده إنت السند الوحيد للنادي وإنت اللاعب رقم واحد فمن فضلكم الجمهور الناس اللي رايح عشان تتفرج على المباراة اللي رايح تتفرج المباراة مش رايح عشان تعكنن على الناس تخلي كده في عندها سنس إن أنا جاي عشان أشجع أقف ظهر فرقتي لإن إنت بتعمل أي حاجة ممكن تكون مش غزب إن عندك كل مرة في حاجات بتبقى مقصودة في حاجات ألفاظ بتطلع عشان كده أنا بقى استضيف الرموز القديمة والجديدة عشان يتعلم منها أنا واحد من الناس أحب أتعلم منهم مش عيب أبص لقي النادي الأهلي دفع غرامة 150 ألف جنيه الله هو النادي الأهلي يسعى لجمهوره عشان يخش وبعدين الجمهور يشتم الخصم أو يقول ألفاظ خارج عن الروح الرياضية وبعد كده يرجع يقولك ما فيش دخول جمهور طيب إحنا كمنظومة وفيه دلوقتي كاميرات وفيه كل شيء أنا عشان مجموعة عشر خمستاشر واحد يجيب ويعاكنينه على على الجماهير الأهلي كلها يقولك تلات تلاف واربع تلاف أتمنى بقى من المسؤولين يفكروا خارج السندوق مش كل حاجة يبقوا مسكين فيها إحنا من الوقت الفترة الزمانية ديت إحنا فترة صعبة جدا فبش عاوزين نخنق الناس أكتر من كده عاوزين يبقى فيه هدوء في التفكير ونفكر خارج السندوق النهاردة معانا واحد من ولاد النادي الأهلي المخلصين فعلا وعنده محطات كتيرة جدا ويكشف لنا فيها أسرار لأول مرة ضفنا مالوش في حياته غير النادي الأهلي آه هتقول لي آه في النادي الأهلي إنا اتربى في النادي الأهلي ولبس أميس النادي الأهلي الأميس الأحمر وانتهى بيه ومازال متمسكا بيه ضفنا بدأ مشوار وهو صغير في الأهلي لما اختاروا أحد الدكاترة الكبيرة في بجال التدريب دكتور عمرة أبو المجد وإحنا صدطناه هنا وهو صغير كان بيلعب في مركز شباب المعادي ضموا للأهلي لعب في مركز الدفاع وكان مدافع قوي جدا 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 وكان بيقف المهاجمين بأسلوب بالراحة والبطيء وكل حاجة لعب تقريبا في كل مراكز الدفاع وكان ليه بصمته في الفريق سواء في النادي الأهلي أو في منتخب مصر مسل جيل التمانيات وحقق بطولات وإنجازات كتيرة جدا منها المساهمة في الاحتفاظ بكأس الكؤوس الإفريقية والفوز بدوري الأبطال ده غير البطولات المحلية اللي هي دوري وكأس يعني كأس ودوري ما تعدش حقق بطولات كتيرة وفضل في الملاعب لغية ما اعتزل واتجه للتدريب اتجه للتدريب بنيه بناء على طلب الكابتوب محمود الجهري لإني شاب فيه إنه هو هيبقى مدرب على مستوى علي جدا فمن هنا كان أكد بعد الكابتوب بعد اعتزل أخذ الشهادات والشهادات دي الشهادات دي لما أخذها بش مجرد شهاداته خلاص لا ده عمل معايشات تدريبية تدريبية كتيرة قوي في أوروبا وعمل واشتغل مدرب مع كل المراحل السنية في قطاعات الناشئين بالنادي الآلي حتى العمر 20 سنة يعني 20 سنة ده بيوصل به الدرجة الأولى أو جهزه اللعيب عشان يلعب الدرجة الأولى بيبدأ من 18 سنة بيبدأ يبان فيه مهراته جريته سرعته ومسكته لكورة الباق استلام والتسلم من 18 سنة 17 سنة بيبان كل حاجة وبعد كده تم تصعيده للعمل في الفري الأول مع الهولندي بونفورير كلنا فاكرين بونفورير طبعا وبعد كده اشتغل في منتخبات الناشئين والشباب وفي المنتخب الأول مع الأمريكي بردلي كلنا فاكرين بردلي الأمريكاني وأبرز التجاربه في الفترة الأخيرة كانت مع المنتخب الوطني الأول مع البرتغالي كارلس كرويش ودرب أندية في مصر زي مثلا أمبي وسيراميكا كيلوباترا ودرب بر مصر كمان كان لي تجارب تجارب متميزة أماها العمل في الإمارات حتى وصل يعني ضرب ناشئين في الإمارات لحد وصل منصب المدير الفني للاتحاد الإمارات الكرة القادم توقف هنا انتوا عارفين يعني ايه مدير فني للإمارات الكرة القادم معناه هون بيخطط للكرة الإماراتية كلها مش هنقولك ان هو مواطن إماراتي لا ده مواطن مصري عدي ايه المصري لما بيبقى عنده القدرة وعنده العلم ويفكر صح يقدر يوصل لهو المدير الفني في الاتحاد الإمارات الكرة القادم وإحنا هنا بندور على مدير فني لحد هذه اللحظة إحنا بندور على مدير فني كان فيه دكتور محمود سعد ربنا يديله الصح كان موجود وكان شغال مفيش بعد كده في الدنيا وكان شغال صح 100% وبدأ يهتم ويزبط من هنا ومن هنا لما لو بيشتغل كويس دي مهمة لما هو بيشتغل كويس وبيعمل شغله وحيبقى انتصالات لككوا عليه وعملوله بلاو وقالوله لا أنت ما تنفعش مين بقى أصحاب المصالح أصحاب المصالح اللي هم مواجدين داخل الاتحاد المصري كرة القدم مين المدير الفني الوقت الاتحاد المصري اللي ماسك الدكتور محمد علي هو اللي ماسك المدربين طب انت مالك ومال مدير زي شيلة كده ما فيش حد بيطلع منهم وهم اللي بيجيبوا اللي جاي كمان لان هم بيحافظوا على البزنس بتاعهم معنى صح يعني على كل حال هو دلوقتي بعد ما رجع من الإمارات استقر في مصر وبدأ يعمل فيه التحليل الرياضي في أحد الفضائيات ضيفنا وضيفكم الليلة هو الكابتن ضياء السيد أحد المدافعين المميزين بالنادي الأهلي وصاحب خبرات وتجارب تدريبية كبيرة وهيكون معانا الليلة هنلف بي على كل المحطات هنعرف منه المدربين المصريين اللي جون مصر احنا استفدنا منهم ولا ما استفدناش منهم احنا السبب في طردهم برا أو مشيناهم أو الناس دي كانت مكسب للكرة المصرية ولا كانت خسارة على الكرة المصرية عندي حاجات كتيرة جدا هتسمعوها لأول مرة زي ما هتسمعوا منه حاجة في حلقة من الحلقات اللي جاية ان شاء الله الحلقات اللي فاتت انتم فيه حاجة عملت كده هننتكلم معاه فيها وهنسأله من خلاله لانه عاشر الفترة دي من خلاله هنعرف ايه اللي بيحصل على مستوى الكرة المصرية وإدارته الكرة المصرية تعالوا نستقبل لضيفنا كابتن ضياء السيد ونبدأ معاه رحلته مع المجري ترجمة نانسي قنقر